كثيرة هي الأساليب والأشكال والصور التي تتخذها إيران لمحاربة العراق وتضييق السبل العيش على العراقيين والسبب واضح فإيران تسعى إلى جعل العراق بلداً فقيراً تابعاً لها ومعتمداً عليها لتتفرغ هي لسلب خيراته التي لا تحصى وهذه المرة وإن لم تكن أول مرة لجأت إيران إلى محاولة قطع السبل العيش على العراقيين وقتل أرضهم من خلال تحويل مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد الكثير من محافظات العراق بالمياه ليؤثر هذا النقص سلباً على سدود الطاقة الكهرومائية وإنتاج الغذاء ويعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق وإجبار المزارعين على ترك أراضيهم والهجرة إلى المدن بالنسبة لإيران تريد أن تفرغ هذه المناطق أولاً في مناطق ديالة السبب للتغيير الديمغرافي وفيما يتعلق بواسط وميسان وبعض المناطق الأخرى في الواقع هي تريد أن تحول المنطقة العراقية إلى منطقة صبخية أو منطقة صخرية أو منطقة صبخية جافة أو صحراوية خلينا نسميها بالمفهوم العام النتيجة النهائية لمساعي إيران هذه تتمثل بحسب مراقبين بضرب الاقتصاد العراقي في الصميم والتلاعب بجغرافية وديمغرافية المحافظات العراقية الجنوبية هذا الأمر سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وعلى المجتمع العراقي في نفس الوقت لأننا الآن نعاني من مشكلة شح المياه في الصيف ده يدفع بالكثير من المزارعين والفلاحين إلى ترك أراضيهم والهجرة باتجاه المدن ولذلك تشوف أن المدن بدأت تعاني من مشكلة ارتفاع السكان العشوائيات ارتفاع معدلات البطالة وبنفس الوقت ارتفاع معدلات الفقر وتستمر إيران في منهاجها التخريبي المعادل العراق بأساليب خبيثة منذ قرون فأين الذين يطبلون لإيران على حساب العراق وأهله وإن كان هناك من مشكك في سوء نوايا إيران الخبيثة تجاه العراق نذكر بالمثل العراقي الشهير الذي يقول العمة إذا حبتت جنة إبليس يدخل الجنة انتخل الجنة ترجمة نانسي قنقر